بحكايتكم في رمضان على قناة الحياة الجزائرية وعلى المباشر كما تعودوا علينا مرحبا بكم أنا أمين زيري وزاميلتي شي محمو بحكايتكم في هذا الرمضان اليوم عشرين رمضان نرى ندخلنا في العشرة الأواخر إن شاء الله نكونوا من عتقاء النار عشرين يوم جزوا بالخبط في شبونس مازالوا عشر يام راح نتلقوا فيهم يوميا ونحكيوا حكايتكم أنتوما اللي قاعدين تفرجوا لنا اليوم حبينا نعرفو أسكنتوما مدمينين على منصات تواصل اجتماعي في الشهر الكريم كي يمزوف ناس يحبوا يصوروا الموائد ديالهم كي ناس يحبوا يصوروا اليوميات ديالهم وينقلوها عبر منصات تواصل الاجتماعي وأيضا أمين حبينا نعرفو كما يقولون ناس زمان رمضان يجي وجي بالخير معاه وكي روح يروح معاه أسكو الميدات ديالكم تا عرمضان زاد تنقص ولا مازال أسكو بدينا نوصلوا لي غاست كي ما يقول كي ما تقول الكلمة شهيرة الكلمة شهيرة الواليدات أمين ويننا نحقوا لي غاست ولا عبدتوا تستغنوا على العسوب ولا مازال دونك حقلونا أنتوما كفشا لكم مع الميدات عرمضان أنا بصراحة والله ما مفضل ندلهم لارو مارك ونقول لهم إلا كانت رو ماركي وبالك أنتوما تانيت لكم تفرجوا فينا الفريجي دير ديالكم من البروم يجرت عرمضان فيه بزاف الماكلة وما تعرفش زعما هادي من النجات ولا هادي كيفاش ولا البروم يجرت على العيد تلقى ببارك القرعة على المتدور صح؟ وهذا كوى الصح بسكم بعدها تخلص ندول في السيام دونك يبقى لك غير المالي تدتور فيهم بعدها يتقال لك لا مالوفات اللي تبقى لغير القرعة على المتدور دونك سيفريل باركات راح طرح لا صحاة هادي قالوا هادي زمان يعني ما قالوا هاشاك دا بارك سيدي فيكو دونك يعني يقول لك ناس بكارين الخير يجي معاه ويروح معاه دونك اخلاص يخلاص يخلاص رمضان يخلاص ويبلا بزافة ويطول الفطور والعشاء ويا ربي إذا الحقتوا بالعشاء يقولون انسخنوا بارك نستقبلوا أول بوكالة ما معنا اليوم على المساء الخير أهلا مساء نور نور فهم مبارك تتبقى لك ويأختيشي اهلا رائع معه في السيديو جلالي من خمس مليانا كل عام ومتب خير مرحبا لا ياتيك الخير متابع وفي البرنامج حكايتكم وقناة الحياة جلالي سلم لكم على قناة الحياة والاخت شايماء اللي رايبعات بارك الله فيها وكذلك مطير القناة بارك الله فيها حبناشي وكذلك المخرج العزيز والعقل كريم اللي يستقبل المخرج بذات لا ياتيك الخير لا يسلمك جلالي ما رأيكم في شي ما حمو بما انها جديدة معنا هنا في قناة الحياة يا إلهي لا ياتيك شايماء نعم نعم والله الحمد لله على كل حال أنا يروح للمسجد وصل لي صلاة التراويح وكذلك عاود بنوالي نصره مع صدره مع لما تهل وليدي ثان والحمد لله على كل حال تبع قناة الحياة دائما تبع قناة الحياة لا يسلمك الحمد لله جلالي قلنا وشريك في الناس اللي يصوروا بالك الموائد ديالهم في رمضان ويحطوها على منصات تواصل اجتماعي أنا أتبلي أنا أفضل هذا الأمر ومصدحون ما هو السيد يعني إنسان يصور يحطوها على التواصل اجتماعي يعني أنا أفضل أنه أنا أفضل هذا الأمر أنا لم أفضل هذا الأمر أنا لا أفضل هذا الأمر أنا أفضل حيث أن يتشاهر على أي شخص أخي عزيز أخي عزيز فضل قلت لك أن يقي الناس من المثال التي يصبح في منصة التواصل الاجتماعي هذه هي بأمان يكن إذاً أصبح بجميع الأفضل يكن أعني شخص يحوك أنه يقول أنه يوجدون أنه يحقق في مفدوف التي لم يدعوه تبيني مثلاً أنه يريدون أن يكون منظراً أنهم يطلقون أنه يقولون لا يعني أنه يقولون أنه يتقلونه صح صح لا يمكن أن تصدق أي حقيقة لا يمكن أن تحديد بيت وعضب وضع الشيناع لكن الصدقة وعلى الخير هو الأسل سيكون في الفقراء والمسكين والمحلج هو الأسل والحقيقة هذا هو الأمر الحقيقي لا يمكن أن يكون فيه في شهر شوبرك هذا هو الهدف من الشهر الكريم جلالي نحيك من الناس خمس مليان من خلال اتصالك وسلمنا على ابنك بزاف لا يسلمك بارك لا يسلمك لا يسلمك صحف طوركم لا يسلمك صحف طورك صحف طورك جلالي من أوفياء قناة الحياة الجزائرية والمكلمة ديالوي يفرحوا بصراحة وانت دايما تحب تحكني في الوبياج تعمل وش رايكم؟ ما تحشوني بالعاني يقدمنا قعل اتصالك اللي راح يجيونا دوكا ما تحكين دونالي هون بدلنا سؤال موضوع في الناس اللي قضيوا وقت طويل على منصات تواصل الاجتماعي نقضينا مثال دوركا وقلنا الناس اللي تصور المواقب دياله وتحطها في منصات تواصل الاجتماعي مدى بنا نعرفو سي رايكم في الناس اللي قضيوا وقت طويل في منصات التواصل الاجتماعي وليو بشي رح يقرأ قرآن بلك ولا بشي يخدم حاجة ولا شوفه وشي دير يقعد غير هي في الوقت اللي رانا فيه وما وقعتها الاجتماعي ولا تإدمان الكامل للناس يعني مش بالكبير بالصغير يعني بديكاتيك وغيداج مختلفين يعني من البروبلم كي سبوت كي ما قال للمتصلي كان معنا أنه لما تصور الميديات لعك وش فت الناس يعني ونرح الفائدة لو واحد يحب يعرفين غوثات ولا كين دي غوثات على اليوتيوب كين دي غوثات اللي هنا يعني سبحاني ولغير كين ناس بلك يديروها بحسنية قل إذا ما خلي يشوف طابلة ديالي وكذا بش يشارك بلك الناس الأخرين المئيذة ديالي ومي كين ناس تشاهل الله غالب جسو داكور يا باتسوسي أمين مالو بروبلم كي سبوت جديد لما تحط نتايا بأكزمبل هذا الشي على موقع التواصل وشنو هي الفائدة اليوتيوب نقدر نشوف في يوتيوب ماشي مشكلة نقدر نروح اليوتيوب نشوف في نغوثات دكتور شاحتمد راح تمد وصفه بصورة أيمن بوشاشا شكرا على المشاركات نروح ناخد المكلامة ألو مساء الخير ألو سلام عليكم عليكم سلام سيدة رتيبة من وليات غلمة لا فريدة من أم بواقي مرحبا بك معدر على الصوت شوي جريسيا ربي جاء فيك إن شاء الله ياربك ماذا رأيكم مع رمضان؟ حمد الله ماذا رأيك في شيء ما حمو؟ ربي بارك ورطشاسة وربي بارك عليها شكرا لك شكرا لك فريدة عشمتوني اليوم خلاص أعطي لهذه السؤال قولينا فريدة انتي ماذا رأيك في المقولة عزمان لما يقول لك انه رمضان يأتي ويروح يأتي بالخير معاه ولما يروح يروح معاه هي صح كايلة ونغير كايلة اليوم اللخة في رمضان كايلة وانا لحق ما عندي ميزونة ضياسة تلعيد اللي أقوله ندير فتادي نقضي بس يبقى فريجي دارم بس كي يجيب الضياس نتقضي له هم بو سح قولي ان فرمدان زعماف لي داعني يجوغ ما تتخليش على الشربة ما تتخليش على البورك نديرهم ندير شربة ندير بورك طبعا ما يتضغر برشرة لا أكله بثاف وامر شربة لا نستغلت عنها انا اعتقد ان الافطار الاخير في شهر رمضان يكون ممالي نحن كيف نحسوا كيف يأتي بنا بلاي الافطار الاخير كيف يأتي بلاي الغدوة العيد ان شاء الله نحن ان شاء الله ربما فريدة تحاول أن تردي كم الأفراد العائلة أعتقد أن عندما يكون لديك أفراد العائلة يكونوا بثاف تتوقف لترديهم حتى لو كنت أحبت أن ترديهم بك كما خلق؟ أعلم أن أرديهم أخبر لي أن أصبح كنت تصوري بك الإفطار لك وتضعيه في منصات التواصل الإجتماعي أنا لم أكن لديه فيسبوك أو ضد الفكرة التي يصورون الإطلاق بالسائحة أو ضد الفكرة هذه لماذا توجد لهم بلاك رسالة؟ أعمل؟ لماذا توجد لهم رسالة؟ أنا أقول لهم أنهم لا يصورون الخطرة كي نعجاد أننا تنساك نحتاجين لا أعطي أن أعطي أنهم لا يصورون الخطرة لا يصورون الخطرة لا أخترت الفكرة نحن لا نشعر بعضنا في هذا الشهر لا أعتقد أنهم لا يصورون الخطرة ونحن لا يصورون الخطرة ونحن نشعر بعضنا في شريو لا يصورون الخطرة لا يصورون الخطرة أنا أصبح ذوق أنا أعتقد أنه هو مشاركة لكن من الأفضل أن نشعر بعضنا في هذا الشهر وهنا من توجه للواقع أكثر من المواقع شكرا لك شكرا لك يا عمر Weed شكرا لك شكرا لكم نحن تأكد أنكم أعطي أنكم ملتسمة ولكن من تنزل نحن نقول لك لطن ليبان كاش متصلي حب أمين زيلي نقعدون سنة وإتصالتكم على 05-1-62-32-32-8-213 للمتصرين من الخارج يموت أمين على هاتف خاص قلتيني البارح بلي ركي ناشيطة بزاف على منصة التواصل الاجتماعي وركي تخدمي بزاف على الليبات ديولك أسكو بصراحة يعني أسكو أنك تصوري الأطباق ديالك وليفطار ديالك هو واحد من اهتماماتك صراحة أنا عندي من اللي أصبحت يعني على المواقع يعني أكثر أكثر يعني رواجا على المواقع من مقبل لأنه مقبل كان الكنتعي يعني بخيفي يعني ما كانش عندي ديزابوني كان في 250 و 250 كما يقول آمين يعني كان عائلتي وقف ولزامي ديولي يعني مشي حاجة كبيرة ولكن من الوقت اللي أصبح عندي متابعين ولا يوم كنت جو بخطاش يعني الماكلة ديالي سوفي لدردع مع عفصان ما باريش أنها تكسران حاجة لتكون متاحة بالك للكم الناس مانحطش أملا وحتى وإذا حطيت زعما عفصة في مواقع التواصل مانحطهش لي أنا يعني ولا مانحطهش في الكانتير ولا بلاك جو لا بارتاش دانزوين باج وأصلا ما هوش مطلوب مننا أن نحطوش طيبنا ولا وجدرنا في منصات تواصل اجتماعي كي الناس برأكزمبل ولينا نعرفو ديالهم نعرفو حتى الخصوصيات ديالهم نعرفو الشمبرة ديالهم وين يرقد وين حط تليفون دياله وين حط ساعتو عندو دوش في الشمبرة دياله ولا ما عندوش كل شيء كل شيء شكرا صدقني أمين في الوقت اللي أنا فهم ما تقدرش تعرف الناس يعني وشنو حاجة اللي تقدر ربما تعز في الإنسان وشنو حاجة اللي تقدر تدره ولا توجعه أنا ربما لما نحط اليوم طابلة ديالي مشي لازم تكون الأكل وما عندوش مشي لاحق لوفات كنتا تكونوا في أفراد العائلة كامل متلمين كين شخص ربما روي يفطر وحده لما تحط نطل في أفراد ديالي كامل في الطابلة ويعني هذا الكم من المأكلاته هو ربما هذا شيء يقدر يوجعه يقدر يعز في نفسيته يفكروا بالك بموقف معين وكذا يصمغا بالأخت اللي كلمتنا من ولاية ستيف اللي نوجه لها تحية بزاف كبيرة رح لي اسم ديالها مشي بزاف بزاف رسائل لحقونا على جلاب بزاف لكمونتاروسي لنك الأخت اللي كلمتنا من ولاية ستيف وقالتنا بلي توفى والوالدين ديالها هد سنة ولا سنة الماضية الماضية قد كنت وفاول ديالها وفي يوم واحد يعني في وقت واحد فإماجنتها هي من بين ليلة ونهار لقيت رحها يعني وحدها على الطابلة ما عندها لأهل ولا أي شخص معها ولا حتى واحد وانت غدوا تحط ستوري تاعك ولادك حاضرين وفاملتك حاضرين هذا شيء عز في الناس بما أنه عندك متابعين رهم محسوبين عليك فهذه مسؤولية أنا نشوف شايمة حمود حتى دايما ستوري قبل ما بدوى البرنامج ودخلهم رح تقون على المباشر كده كأن الناس لا غير تحزها في نفسهم يقولك شيء ما في قناة الحياة أو أننا لا 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 ما نظنش اللحق إلى هذا الشيء يشوف يا معواقع التواصل الاجتماع نحن ننسى إنه هي ربما وسيلة باش نتواصل مع الناس التي يحبونا ونحبوهم ولا أكثر من ذلك يعني مشي لازم أنك تبا تفضل تتعب في بخيفي ومشي لازم تتحط كل شيء يعني ومشي لازم تقضي ساعات طويلة وغير مبررة على منصة التواصل الاجتماعي اليوم في الشهر الكريم بالنزول كي ناس تقرأ قرآن وضعف حسنتها بالك في قراءة القرآن كي ناس ختمت القرآن مرة ومرتين وكي ناس لا لا نهار كامل ويتدور في منصة توصول اجتماعي كي ناس تخل تيك توك ناس تخل كذا تشوف هذا وش بيبليا تشوف ليوم وش كاين لكمونتار العام طويل كما قلت شيء ما وهذه مضيعة للوقت دونك نبروفيتي والماكسيموم في هذا الشهر الكريم عندنا مكالمة تفضلي علوي مساء الخير نقصنطينا هيا مساء الخير سحى رمضانكم ألو مساء الخير كنت حبت حضر معي يا شتا مساء النور سحى رمضانك نعيش قتبتي بادة كيف شاركي بعمدان عد بيبات حمد الله ربما شعور رمضان في قسنتينة ماذا؟ نعم. الحمد لله. ماذا؟ شيء ما عشي قال حاجة وسمها الجاري. لا. 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 شكرا الجاري في الشرق نحبه. وكل من الذين يذهبون للشرق يضيفوني. ما شاء الله. فما كلهم يجب أن يقع المشكل معهم. أنا. أين الذين ذذهبون للشرق يضيفوني؟ ما شاء الله. نحبا مع محبا عندنا. لا يسلمك حبيبتي. ماذا تريد أن تطرح السطي الآذي؟ وحابة مليح. فلعث أنت من الناس الذين تصوروني بالك الأطباق؟ لا. لا. أنا لا أصلا. لست ألتبام جيدة. لست أقول للناس الذين يتكلمون في القراءة أو أجبون أن يبقوا نحبها إلىها. قناة للطابق. ونأكلهم بشكل صوص. إذا لم أكون الإنسان لذيذين نأكلهم. كما بشكل جيد. سحام ايه ناخدوها بلك من جانب واحد اخر وماشي لازم زعمال انسان يبيبليه عندك واحدة صحبتك عقدات تشاحني انت وياها تصوري تبعتينها ويا تبعتلك صح هذه نورما صح نبقات الصحب تبعتين تبعتين جميلة جميلة كاملة ومع صحبتك دايما تبعتينها وتشوفوا شكل طيبت خير شكل طابلتها خير اه 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 لا نقولينا يعني ابيبخيش حال تقضي منا من ساعات على مواقع تواصل الاستماعي في اليوم والله انا نشوف لاني نقرة ثلاثتك سنعني اشعر عليكم طوال هاته كاملغوش بزداد خلاص مع معرفة الريزو السنسيو تعدركيبه ايما لا 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 نحب اللهجة احمد اللهجة انا سبسنطينا بانسا انتوكا شكرا لك على هاد المشاركة شكرا لراكي معانا اليوم نضحيو لك من منظر حكايتكم في رمضان ونقل لك سحا ربدانك وسحا ربدانك كامل ناس قسنتينة وامنة وشوشة علي فيك يا تك سحا سحا بطورك صحا ربطانك لا يطيك الخير شكرا ربي وفقك ان شاء الله شكرا 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 سحا عيدكم ان شاء الله بالنسبة وقولي الوليدة ديالك سحا عيدها لا يتهضر معك شكرا 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 تحياتنا الكامل ناس قسنتينة تحياتنا الزميلنا أيمن بوشو شاوسي المعدينة ودير حالة فلا باستيليو تارك حب الجوزية سيبخصارك تعدي انا لا أحبك الجوزية على عكس وش تشوفه في الكاميرا يتشاهد بزاب يعني من اللي نبدوه هو يحكيه لو شوح يفطر وش حكاية وش ما كاش ومي بارتاجيش في الغيزو بصحي يقول لك يهم بلكتو تلاج وغنيك بصراحة لكنتوما أكتر ناس بيبليو على منصة التواصل أنا أكتر واحد نشوف صورت على المكلة في منصة التواصل الاجتماعي كيكون صايف تسمقان ناس لبيبليو على بارك بيهم تعرفهم واحد بواحد ونتكون نشوف بزاف الفيديو واحد الخطرها رقدت بلا صحور ورقدت بزاف جيعا امرجينتوا نمت راحين طيب غير راح تناكون نودتين ما قدتين نود على العالم هدوما حكايتكم فرمضان اشتب لي ما محناتنا حكاية فرمضان نحبو نشاركوهم معاكم مازدنا معاكم باش نسمعوا حكايتكم نتوما على 05-622-32-32-8213 متصلين من خارج الوطن سؤالنا اليوم يقول وشارككم في الناس اللي تقدير ساعات طويلة على منصات التواصل الاجتماعي وشارككم وصيف الناس اللي بلك تصور يومياتها رمضانية وتحطها على منصات التواصل الاجتماعي نحكيو اليوم في هاد سجي بلك نحكيو على الناس اللي يسمي ورحم مؤثرين بلك نحكيو على الناس اللي يسمي ورحم صناع المحتوى أسكو سيلوجيك ولا مطلوب من هاد الاشخاص أنهم يوريونا حياتهم من لي نوضو حتى وين يرقدوه شوف هي من جانب التأثير يعني أنا التأثير يختلف يعني بش نكونوا بش نكونوا يعني على نقطة كي يقول لك سواب أنه بزاف ناس يقول لك هذا بشي مؤثر وهذا مؤثر وهذا بشي مؤثر أنا من بالنسبة لي كل واحد يشوف يختلف كيفاش يشوف المؤثر تلكين شخص ربما يؤثر فيك أمين أنا ما يؤثرش فيها والعكس صحيح يعني كل واحد يختلف عنده المؤثر كيفاش يكون أنا نخلف كراي أنا نشوف بلي كامل ناس هدو ما يؤثروا ولكن واحد يؤثر إيجابيا ووحد يؤثر سلبيا لا وكي الناس ربما ما يؤثرش فيها ما عندوش ما عندوش مع المحتوى دياله يعني ما يحبش يشوفهم ما يحبش يعبوني ولكن كي الواحد المبادئ مهما تكون مؤثر ومهما تكون واصل ومهما تكون ربما مشهور مش يلازم أنك تحتاج حياتك كلها بتفاصيلها مع المتابعين ديالك نعم احنا مشي لازم علينا نعرفوا قاعد تفاصيل صحيح حتى لما من باب انك تحمي عائلتك من باب انك تحمي المحتوى من باب انك تحمي نفسك أنا نعرف ناس يدخلوا بمحتوى ومبعد يولي فون نص التواصل تولي الناس تعرف شكون ولادو شكون مرتو شكون يماه وين يروح وين يجي وين كده لأجل منه يمكنك ستحن في قليل مدى مرضية ولكن لا تفاصيل مهما نفسك لأننا لا نعرف حقا كذلك كذلك يجب أن نصنع حقا أن تكون مريضة التوجيقات وصندق قادرة المريضة نعم لنحن نوضع حقا حقا وين يضع حقا وين يوضع حقا ويعطيق من بيشاتف لذلك نعم لقل قليل من حقا وين يصنع حقا ألم صالح مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم وإنت بلدية عينزارية مرحبا بكم وشارك مع رمضان المهم بغيت نشارك في الحجة تفضل 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 لا يسلم سحر مرحبا بكم لا يسلمك أحب تشارك معنا الحمد لله سمحي لكم تنقص التليفزيون وسمعنا تليفون وعراني نقصها تفضل بالمشاركة يسلم أخويا والله تبعت الحصة عجبتني لكل حصة هذه الموضوع اليوم هو بالنسبة للناس لتشارك ربما الموائد ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي هل أنت ضد هذه الفكرة ولا ربما تشوف أنه هو من باب المشاركة؟ والله أنا تبلي أنا ضد هذه الفكرة عليكم حاليا خصوص الإنسان اللي ينشرها ننظر إحنا يبارتاج الجميع أنا تبلي إذا كان الإنسان يديرها دينه 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 فهذا لا يوجد إشكال لكن الإنسان يديرها أنا تبلينا ضد هذه المشاركة لكي أن الناس تتخطى بالك هذه الموائد على الإفطار؟ أولا أنا أتبلي أمر شغل من نوع من تباعي يعني تشوف أنه ربما لازم نحسوا بعضنا أكتر في هذا الشهر؟ من فرض ما تضع أمر في عمل وخد أمر إن الإنسان يصور المائدة الماكولات نستهله منصة التواصل بلك بأشياء أحسن ماش مش حاجة غليحة مش حاجة مدحة صح لعقة الفيكلة شكرا لك شكرا لك وتحية لك وكام الناس تردت شكرا لك على هذه المشاركة بارك الله فيكم وربي عاونكم نعطي العمل شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك كنا نتكلم سؤال مهم هذا ولا غير مهم إذا عندك الأهم لا لا نعطي نتكلم على منصة التواصل الاجتماعي اليوم ما نحكيه بلك على الناس اللي حطوا صورتها الموائد لهم الناس اللي بارتاجيوا حياتهم وصي وننساوب لي كي الناس يصخروا منصة التواصل الاجتماعي لسيما في هذه الأيام في أشياء مفيدة جدا كي الناس قاعدة منذ كا طم في ملابس العيد لليتامة الناس المحتاجين كي الناس طمت ديجة القفة على رمضان وستربتها في اليوم الأول واليوم الخمسطاش كي الناس قاعدة تطم في الدواء كي الناس تستغل منصة التواصل الاجتماعي في أشياء مفيدة جدا كي الناس تستغل منصة التواصل الاجتماعي باش تطم حوية الجلعيد كي الناس الخير للا رأيهم ديرين دي جروب فيسبوك باش يطم حوية الجلعيد وباش يوروا لما رأيهم رايحين وين وكيفاش دونك هذا هو الشيء الربما الإيجابي وله هذا هو الجانب المنير للمواقع التواصل الاجتماعي نقدروا نستغل لهم في هذا الكوتي في الخير من أنه ربما نستغل مواقع التواصل الاجتماعي ويقول الأختول اللي رأيهم بعد عليه يحكي مع الناس غرباء ما يعرفهم شو يصدق بلك ناس دايرين تصور مينبا مشي هما يحكي معهم ويتعمق معهم يقدر مينبا يرفع في التليفون يعيط الخوة يعيط الوليد عمه يعيط الوليد خاله يعيط عليه يعيط عليه يقولوا شخصك بصراحة الناس اللي تدخل بزافة منصة التواصل الاجتماعي وهذا الشيء نشوفه خطأ نعيش وربما حياة موازية الحياة اللي رأينا عايشين بزاف الناس ربما هذك المشاركة الزايدة اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي من نسميها بالمؤثرين وصناع المحتوى وحتى وشوفرد دعلينا مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا ندخل في واحد البوابة بتاع الكذب نحن نعيش والميطاق بالوقت نحن نعيش واحد الكم من التخيل والكذب وحياة موازية على الحياة التاعنا فلو ربما بعدوا شوية بارك ونعرفوا كيفاش نستعملوهم نرجعوا شوية الواقع ديالنا ونرجعوا لحياتنا نحكي وبالك على التباهي والناس اللي تصور طابلة ديالها أنا نعرف ناس يتلاقوا مع تصويرها شابة في فيسبوك كلها ينجسيها في تليفون دياله بصفهم بعدها يسحقها نحن نشوفوا المكالمة اتصال هاتفي من بالعباس من بالعباس السلام عليكم وعليكم سلام مرحبا بك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذا المقضوع هذا أعجبني بزاف هذا تفضل يجد فضلك كما هدين المساكن الفقار نحن نعاولوهم ليس يصوروا هذه المائدات على الإفطار صح هذا ما كنا نقول ودر كاين الناس ربما راي تستغل المواقع باش تلم ربما لتلم التبرعات في بلاستماع أنها تصور الميدة وتصور ربما الحياة الشخصية ديالها هذا الموضوع حساس هذا الموضوع حساس بزاف والله وشتنا نرى كان يتبغى كان يتبغى ذكر المعيدة وصحنا مش ملحة كان الأساكين الفقارة نحن نسقسوا عليهم ونعاونهم مش يتصور له صورة شابة وتخليه مع أولادي في الدوامة هذه كاين ناس بلك يصوروا طاولة ديالهم كاين حتى الناس يصوروا بلك طاولة عن ناس داخلين وما تصدقوا عليهم صح هذا شكرا على تدخل ديالك شكرا على تدخل ديالك تحية الكامل ناس بالعباس عادمتما قناة الحياة ما شاء الله أعطيك صحة شكرا هذه المواضيع حساسة هذه المواضيع هم اللي يدروا وما اللي ربونا المجتمع وربونا الله شكرا لك شكرا جزيلا على المشاركة ديالك وصحاف طارق وصحام ذلك نحب أن يتواصلوا معنا وتتفعلوا مع المواضيع ديالنا وكسواء عبر قناة الحياة والمنصات التواصل الاجتماعي اليوم نهار الرابع لك من هذا البرنامج الموضوع تعالي من كل الولايات بزاف الكومنتار كيتخلاص ليميشون سميزر والله العدل صرح أمين دخلوا يشوف كامل اللايب يعود يشوفهم اللي وراء يشوف كامل لكومنتار ديالكم أنا نضيع الوقت تاعي في منصة الاجتماعي باش يشوفكم بهاد البرنامج بعد طريقكم بلية راح يشوف كامل لكومنتار ديالكم اللي كانوا عبر قناة الحياة أو صفحة رسمية القناة الحياة وفا ولينا ماما ولينا ماما نعرفوهم دو كان تفكروا بالك الاختاديك تاع سطيف نتفكروا الاخت خولة خلود 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 نروح نشوفوا متصلة من وليت سكيكدا ألوي مساء الخير ألوي مساء الخير مرحبا بك معنا خح رمضانكم لاي سلمة كنت زادة كيف شارك مع رمضان كيف شارك مع رمضان وكيف شارك رمضان في وليت سكيكدا والله الحمد لله الحمد لله قولنا وش دولي فخي ستسكيكدا ولا ما زال ما زالوا ما زالوا خلينا حق ذا شوية أنا آمن حكايتكم أحدوك حكايتكم مساء الله مرحبا بكم مرحبا بكم لا يطول عملك وش رأيك ربما في الموضوع ديالنا نهاليوم هو أنه مواقع مواقع تأصر الاجتماعي أنا عجبني عجبني وطرقتي لي موضوع أني تلقينا هل كنت تصوري المائدة لك ولا يلحقون لك صور تعناس بلك يصوروا المائدة لهم لا لا أنا ما نحبش هذا العامل أنا ما نحبش يلحقوني يعني ما تصوريش ما تحبيش تصوريش لا أنا ما نصورش ما نصورش ما نحبش العامل هذا ما نحبش نصوره هم حتركش كاين واحد عنده وكاين واحد ما عندوش سيبري صح كاين حتى كاين كاين نستشهها وكاين واحد يحب يفوق بك بالك هو الول ما عندوش ويصور هذيك يجيبها مع كيفاش ويصور ممكنة هذيك ويبعدها كزاف منهم هذا زاوية أنا ضيب يصور زاوية برك ويخلي الزاوية الأخرى ويقول لك أنه هو هدي الميدا دياله هذي هي الميدا الأخر أنا هذي أنعم الله ينعم عليك حنا بالك نحكي على الناس اللي تشوفوا ما عندهاش من النساوسي باللي بالك كي النس عندهم مرض سكري مثلا يقدروا يشوفوا ويكشحوا ويكلوش أنا لولا ملاجي كوني كان المبلة دياباتيك كين بلك نسايتوحموا كين جوسفا المبلة دياباتيك ويصير وما كين يتوحم كين يشتهى كين بغامهو صايم كين راجل بلك هو يسخب كثير من البراء صايم يشوفوا يشوف تظن بلس فيها بلك ستخطرات ربعة صايم صايم الخبز يشمو بلك يجيب تخبه باقيت كات باقيت في النهار صايم هذا يشوف من الغالب صايم جوزو ربما عندنا سؤال وحدة وخرتاني نحب بيك أن تشاركي معنا فيه ما رأيك فيه ما قلت زمان لما يقولوا أن رمضان يجي الخير معا ولما يروح يروح معاه كاينة بنتي العزيزة كاينة منها شوفي نهار يبدأ رمضان يبدأ الفريجيدار مقرع معمر مكاش بلاصة هو على الأخرى يبدأ يفض وفريجيدار يبدأ يفرط هذه كاينة منها صح كاينة منها هذه جربينها يعطيك صحة مادام شكرا لك على المشاركة ديالك معلله شكرا لنا نسلم على الأطمي بالعجيلة كاملة في سكيكدا وأغدو سكيكدا في إزايا في قسنطينا نسلم على الأطمي بالعجيلة كاملة تحياتنا لهم وقلهم صحة ربانكم كاملين بالصحال هنا وخاصة خاصة بنتي روبا يدوه ابني إسحاق روبا يخليهم لك شكرا لك يعيش تحرم دانكم كامل تحايدكم لا يسلم شكرا لدوه تزيدوا إن شاء الله نعود ديكم لا يسلمك لا يسلمك نحن نوجه تحية كبيرة للعائلة ديالك ونوجه تحية خاصة للزميل محمد هابت والابن ديالو عبد الرحمن نقول لك إن شاء الله يتربى في أعزك وربي يشد لك إن شاء الله إن شاء الله آمين خاصة اليوم الموضوع تعليم نظن أن المكالمات كامل يعني التفاعل كان أكثر اليوم لأن الموضوع تعليم كثيرا أشياء وكان بزاف ناس ما تحبش هذا الشيء ما نشوفه أوشي كان بزاف ناس اللي تبرتاجيوا ما زالها تبرتاجي لهذا الوقت كي الناس لو كان قاعدوا مننا حتى اليوم الدين وحنا نقول لهم بلي هاد شيء يقعدوا يمارسوا مثل هاد الأشياء احنا كما قلت قبيلة كي الناس سيفري ما عندهاش بالك باش تشري هادوك باش تشري ودير هادوك الأطباق وتشاههم كي الناس مريضة كي الناس ما تقدرش تاكل بس كم مريضة كي وحدة توحم كي وحد ضروف وما تسمحلوش متنا علش كل خطرة نعودو نجدو تحية وصورتو نقولو الناس المرابطة كي الناس الآن في هاد الأوقات راهي على حدود الجزائرية مثلا حمات الوطن نجولهم تحية كي الناس دركا راهي خدامة دونك ما تقدرش تكون في هاداك المكان ما تقدرش تكون مع العيلة ديالها وفي هاداك الطابلة باش تاكل هاداك الطابة كي الناس بما تاكل مساكن ياربي عندهم سامينوت باش ياكلوا وقف ياكلوا وقفين حتى هاداك الميدا باش يقعدوا باش يسانستار كما احنا ما عندهم مش هاد الفرصة بأني نحسوا بهم غير شوية أنا والله الغير اليوم محسيت انو هاد السيجي ساماتوشي بسكو جاريت لصيدك عميقة شوية جاريتم يضمن ان اقول هادة ساشرمي ريزوبا باعتوين راح نقولهم سيالو بلاي نبارتاي شايبت لكم ما انا قم نحطوا شرانة ناكلوا وانا قم نحط نصور أنا وشرينا ناكل الناس قلية كيما جعل الناس قلية تفترنا وارب تقبل منا كيما تقول الوليدة ديالي تقول لك شبعة واحدة لي أكل كبش ولي أكل جو سيبا والله العدم كي يشبع يحسوا كيف كيف شو باو بليجين شوف طبلة ديالك وشفيها يا أخي ما توري ليش بصراحة بسكو علاش الناس كي تاكل بالإكزمبل كي تتلم في دارها و تفتر على الشهر الكريم دير جمل ولا تحطوش كتب ربي سبحانه صدقني تاكل شوية تشبع وتقول الحمد لله و سيبون دونك ما نسحقوش تحطونا هذوك الصور ما نسحقوش تحطونا هذوك الفيديو يا أخي يا بارتاجي أية قرآنية تذكر الناس بحاجة دير دعاء راح فكرهم قولهم بالليز عما عجبتني للا بيبليكاشون تاعك لول بارح بار اكزمبل وين صورتي المصحف وقلتي لهم ها وين لحقتنا وانتوما ها وين لحقتنا ذكر فإنما تذكرتنا في المؤمنين حتى أمين لما قلت أنه كي ناس تقول ودافع تقول أنه من باب المشاركة وكي من باب المشاركة أنا نقدر نشوف أي غوسات نحوص عليها نروح اليوتيوب نلقاها يعني مش لازم أني ندخل عند المؤثرة ولا المؤثرة ولا صاني على المحتوى باش نلقا لغوسات كيندي شيف كيندي باش كين الناس مختصين في هذا الشي جونب واببوك يقول لك يطيبوا على الطريقة الداعي يعني يعني هي تبقى ثقافة وتبقى كل واحد وعقليته ولكن كين شيء أنه ننصح به أنه ربما لو نحسوا بعضنا في هذا رمضان هذا هو ربما الهدف من صيام ومن أنه حتى لو ش نجتمعه ووش رانا نديره كامل في هذا الشهر رمضان هو أنه نحسوا بعضنا مش شبرك نصوموا على الماكلة ولا نصوموا على كي ما يقول لك الفطور والماكلة وسيتو والماء عدنا مكالمة هاتفية سنت بزاف شبانس يوسف مرحبا بك من ميلا من يوليت ميلا ماليكم ماليكم سلام مرحبا بك يوسف وشراك لا بس ونتو شو كانت المكالمة تزيارة الخفيفة شبانس خلال سيني الوقت هذا وغال برمدان كانت تكون المكالمة الأخيرة أمين للأسف انقاطعت المكالمة فأنا جبانس كلنا نهار اليوم ونا في لطور يعني حول الموضوع هذا تفقدت الأراء على نفس كم يقولك تفقدت كل الأراء على نفس النقطة إن شاء الله يا ربي نحسوا بعضنا في هذا الشهر هي بصراحة ما كانش أدوى السؤال شفاك فاش تحرف ولا أقدر بيش فو صغل واشراء رح نكمل وكي نفس الموضوع نحن الموضوع لديناك هذا جنرال يعني كنا نقوله إنه هل رانا نتفاديه بواقع تواصل اجتماعي ولا رانا نقضيه فيها أكثر ويعني الوقت أكثر في هذا الرمضان إنه سيبغي كنرمال ما في هذا الشهر رمضان هو الوقت لي نرمال ما نبتعده على مواقع تواصل اجتماعي أنا نشوف كالناس تلما ترقده تتلع جوانيه وفي الليل تصهرته نلقوها حاضرة أكثر على المواقع هذا الشيء يعني أوكي سيبغي نشوز أنك تكون حاضر ولكن في نفس الشيء لازم تكون حاضر في الواقع أوسي تقوم الواجبات ديالك لازم تكون حاضر بإيجابية ويجب أن تكون هذا الواجهب نزيد وعبال لأن الواجبات الأخرى لا تقوم بإيجابية يقولون أن زوملاء بلي كي يمتزاف اتصالات من كل الولايات الوطن وهذا الشيء يفرح لذلك آخر مكرمة مرحبا بك معنا نعم نعم من هناك تكلمي فينا مرحبا أنا أم رقيام البرد مرحبا بكام الناس البرد أم رقيام نعم ما رأيك اليوم في الموضوع ديالنا وفي الناس ربما ليت تنشل الميدا ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صح صحيح صرشتكم وعلي صح نعم من وروج كما قلت صح نعم نعم كي الناس تصور البائدة ديالها كي الناس تتعدى بلك حتى وتحط صور تعالى صح دخلين وتتباه بهم في منصة التواصل صح صح كما قلت يعني كالي الصغف وكالي ما عندهم كالي والوحد وإمكانياته كالي مريض وصي صح كما نعم كالي مريض تانيت نعم صح صح نعم 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 شكرا لكم أنا نعم نعم ووفيات لباقي برامش قناة الحياة الجزائرية